أشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيلة إنها لشقيق النائب خالد الظاهر وهو يتناول الويسكي في مناسبة اجتماعية وقد استخدمت الصورة للنايل من النائب الظاهر وشقيقه فيما تبين لاحقاً أن الصورة تعود لمواطن لبناني يعيش في أستراليا ويدعى ري خوري الإعلامية دليد مكي التي تعيش وتعمل في أستراليا أوضحت هذا الأمر على صفحتها على الفيسبوك وكشفت عن عملية تشهير واسعة بمواطن لبناني يعيش في أستراليا لا ناقة له ولا جمل بالسياسة اللبنانية ذنبه الوحيد أنه يشبه خالد الظاهر وهذه الصورة توقيت بالعمادة يوم السبب عمادة ابني وانتشرت شي حدا من الأشخاص اللي دايماً بتابعوا صفحتي الخاصة لأنه نعمل تايج لألي أنا مش أنا اللي وضعتها مثل ما برجع بقول البنة هي اللي وضعتها وعملتلي تايج وبما أنه أكيد بتبين على كل العالم انأخذت هذه الصورة وصار ينكتب بشي كتير بشي عن هالموضوع هيدا وخاصة أنه هيدا هو خالد الظاهر لا مش مظبوط هيدا شخص منه خالد الظاهر اللي بالصورة لم نستطع الوصول إلى ريخ خوري لأسباب تتعلق برفض عائلته إقحامه في جدل سياسي لبناني وهو لا يتكلم اللغة العربية على ما أكد لنا أصدقاؤه لكننا استطعنا الوصول إلى من كان يسكب له الويسكي في الصورة أنا صورة عفوية شخص رأي سران أنا وياه وشبت الصورة الحلوة لأله والقادي الحلوة وحبت تصور أنا وياه ما قالها يا خلت يزك ما لا عرف الناس كيف عادية تحب تجمع وتأخذ وتعمل ما تظن هيك أمور أنا يعني هي مسألة تمس خصوصية الناس حتى لو كان شقيق النائب الظاهر يتناول الويسكي فهذا أمر لا يستدعي أبدا التشهير به الموقف السياسي شيء والحياة الشخصية شيء آخر وانتهاك خصوصية الأشخاص في حيزهم الشخصي ثم التشهير بهم على مشاهدنا مع ريخوري جرم يعاقب عليه القانون لو كنا في دولة القانون